اشتركوا في القناة والشوارع المؤدية إلى منطقة التخيم المزيد من التفاصيل في سياق التغير التالي مع اعتدال درجات الحرارة يبدأ موسم البر في مملكة البحرين حيث يتوجه المواطنون والمقيمون إلى المناطق المخصصة للتخيم للاستمتاع بأجواء البر المميزة في هذا الموسم الذي ينطلق في العشرين من نوفمبر الجاري إلى العشرين من فبراير الفين وخمسة وعشرين حيث يبرز دور الجهات الأمنية لضمان تجربة آمنة ومنظمة لكافة المخيمين بناء على توجيهات سيدي سمو الشيخ خليفة من علي آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية بوضع استراتيجية عمل تهدف إلى إنجاح موسم البر وإحنا بدورنا كشطة خدمة المجتمع قمنا بتكثيف عدد من الدوريات الراجلة والراكبة في عموم منطقة البر وتكثيف الحملات التوعوية وذلك من أجل تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية واتخاذ كافة الترتيبات الأمنية للحفاظ على الأمن والسلامة العامة في البداية من تم الإعلان عن موسم البر شاركنا في العديد من الاجتماعات التنسيغية برأسة سيدي سمو محافظة محافظة الجنوبية الشيخ خليفة بن علي آل خليفة مع مختلف الإدارة المشاركة وتنظيم موسم البر تم من خلال وقت الخطة الأمنية اللي بدنا لا تكفل نجاح الموسم طبعاً نحن في مدركة المحافظة الجنوبية بنفعل مكتب تلقي البلاغ اللي يكون مسافة قصيرة من مرتدين البر عساسة إن شاء الله نكون عندنا كسرعة استجابة في تلبية جميع مويتة طلبونا أيضاً نأمل من مرتدين البر اللي هم يلتزمون بكافة الإجراءات الأمنية والإدارية والتنظمية اللي تكفل إن شاء الله سلامتهم ونجاح الموسم بدنا الله وفي إطار دعم جهود التنظيم تسعى المحافظة الجنوبية إلى تعزيز جانب التعاون والشراكة المجتمعية من خلال مبادرة خيم عبر تطبيق الجنوبية والتي تعمل على تسهيل تسجيل التخيم والحصول على التراخص اللازمة حيث يبدأ التسجيل من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري من أجل تحقيق موسم بر آمن خدمات البلدية هي تبتدي أول شيء في تصاريح التجارية الخاصة بالمحلات التجارية والمخيمات التأجير طبعاً بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظة الجنوبية عندنا آلية وسرعنا الآلية هذه السنة إن شاء الله كذلك عندنا خدمات النظافة المتعلقة بالبر اتفقنا مع الشركة بزيادة عدد الحاويات الموجودة في البر وتوزيحها ووضحها حتى في الخرايط الخاصة بالمحافظة التي تخص مناطق التخيم كذلك زدنا عدد الحاويات الصغيرة التي تكون بين المخيمين وفي الجانب الآخر عندنا الفريق الخاص بالمخالفات المخالفات التي تصير في البر فطبعاً نشكل أننا فريق لمتابعة هذه المخالفات ومتابعة إجراءاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن جهة أخرى تم وضع خطط أمنية شاملة بتنسيق كامل بين الجهات المعنية من أجل سلامة المواطنين والمقيمين في مواقع التخيم إذ تعمل الإدارة العامة للمرور على تنفيذ حملات توعوية لنشر الوعي وزيادة الثقافة لتؤكد على أهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظاً على أرواح مستخدمية الطريق من خلال الابتعاد عن السلوكيات المرورية الخاطئة وذلك لرفع معدلات السلامة فيما تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على تخصيص فريق مختص من ممثلي الإدارة يقوم بزيارات تفقدية لتوحية مرتدي البر بشأن الأخطاء الشائعة التي يتم ارتكابها وتجنب الوقوع بها من خلال الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في القيام وذلك بتوزيع مطويات على رواد الخيام لتشجيعهم على الالتزام باشتراطات السلامة أما مديرية شرطة المحافظة الجنوبية فتقوم بدورها في تسيير الدوريات الأمنية على مدار الساعة خلال موسم البر لضمان عدم الإخلال بالنظام والقانون والأمن العام جهود متضافرة من مختلف الإدارات هدفها تحقيق موسم بر آمن وممتع للجميع تحقيق موسم بر آمن وممتع للجميع